إيه هي بقى طاعة الزوج وإيه أهمية طاعة الزوج طاعة الزوج في الإسلام يا جماعة طاعة كبيرة جدا وحق الزوج عظيم جدا جدا حديث النبي اللي روطه عائشة رضي الله عنها لما سألت رسول طب تمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت يا رسول الله أي الناس أعظم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها زوجك أعظم 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 بصي يعني هو ده حقه العظيم وعلى ذلك بقى التفسير بتاع العلماء على الزوجة طاعة زوجها وبره أنتوا عارفيني البر اللي هو إيه أعلى من الطاعة البر أعلى من الطاعة حتى لو عاصى الله فيه قطع الله فيه بس هقول التعملي عشان تبا زوجها كويسة ونصحة وزكية ما تطلعليش في الجنونة بتاعتك تقولي إيه لا عاملة بالمس ده لو عملته كده ده حيركبني وأهله ده هيعمل وساعة وكذا ولازم الند بالند لا لا هقولك طب إزاي وتصرفي بزكاء وحكمة عشان لا أخسر بيت ولا أخسر عياله في نفس الوقت معلش أنا مش متجوزاك عشان تدخلني نار في الآخر وتقولي غضبان عليكي وكذا وكذا طيب تمام كده تمام يبقى لطاعة لمخلوق في معصية الخالق لو أمرني بمعصية لكن لو أمرني بطاعة إيه الله معيارها تمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصى امرأة دخلت عليه امرأة زاتة قال له امرأة أزاتة زوج أنت حديث اللي هو اللي رواه الحسين ابن محصن إن كتعمله أتت للنبي عليه الصلاة والسلام في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أزاتة زوج أنت عندك زوج قالت نعم قال كيف أنت له قالت ما قالوه يعني لا أقصر في حقك إلا ما عاجزت عنه شوفي بقى لها إيه فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك يعني سبب دخولك الجنة لو قمت بحقه وسبب استغفر لو قصرت في حقه اللي هو إيه قال الله قال رسول الله ده الحقوق له علي حق السمع وحق الطعوة هقول لكم الحقوق دلوقتي عملت ازاي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير من أفضل النساء يا رسول الله قال التي تصر إذا نظر إليها تصر زوجها لو نظر إليها وتطيع إذا أمرها ولا تخالف في نفسها ولا مالها بما يكره بللي يكرهه دي خير النساء طب له حقوق آه له حقوق حق الاستمتاع لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده تكملت الحديث لا تؤدي خلي بالك الحديث ده خطير لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كل حديث تاني ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعها قطب اللي هو اللي ما بيركبه كده يعني ما بيركبه على فوق الناقة بيبقى فيه عليها حب كده حتى شوفي بقى لو سألها على وهي في الوضع ده تجيب ولو على الطنور تدفي الطنور لو على النار إيه في الفرن وكذا ما فيش حاجة هنا اسمها ليه ماشي ما فيش حاجة اسمها ليه انت قبلتي انك تبقي زوجها تمام بركزهم عامة تزعلوش عايزك وتزعلو انت راضي انك تتزوجي واني ده يبقى زوج واني ده له حق كذا وكذا وكذا ما جيش هقوله لأ وتيجي الزوجة تبعتلي السؤال ضيعت عمري عشان كنت بقوله نعم وحاضر والله مضاع ده اللي وسوسلك في نفوخك والدعاية اللي طالع وقال له لأ وعملي وحقك بحق ومش عارف انت عملي احنا فين هن داخلين حرب احنا نحارب بعض يعني هي جوازة ولا داخلين نمو ببعض ونشتم بعض ونهزق في بعض وبعدين الناس تتفرج علينا وبعدين ما حق ايه ده له شكل جواز ولا شكل معاملة ولا شكل دين قال ان المكان ده سكن ومودة ورحمة فما تجيش تقولي ضع عمري فين أنا قلتول نعم محاضلية بنتي مضاعش والله مضاعش لا اصطنا باب اتعبان ومعندوش كده بتتكلم في حق الاستمتاع اصطنا باب اتعبان ومعندوش دم وبيبقى زي اهم حاجة نفسه واهم حاجة مش عارف ايه ما هو حق من حقوقه يعني ما هو مش لازم كل مرة تبقى انت يا ستي اوهمي ما لاش توهمي يا ستي خليه خلاص امر طعم مش لازم انت في كل مرة تبقى انت وهو والدنيا كذا مش عايزين نفسر اكتر من كده لكن ما ينفعش اقول الا اذا يا دي الزوج انت يعني بنظرك كده يعني هو برضو المرأة بتبقى جسد وروح تمام انت عايز شيء من الجسد لازم الروح تساعدك ما ينفعش ابقى لا يقع احدكم على زوجك البحيمة قالوا الا ان يكون هناك المقدمات قالوا وما المقدمات يا رسول لا قال القبلة والكلام ما ينفعش برضو تبقى الدنيا كده يعني يعني ما فيش حاجة عند المرأة اسمها غصب واسمها كذا هو دا حقي واذا كان عاجبك ودخل نار وغضان عليك والملكة بتلعانك يا ملعونة ايه دا ما هي لها ديك دا هتكرهك وهتبقى العايزة تقدي في بيتها ولا تقدي مع اولادها وترجع لي بقى بالاسئلة اللي هي بتجيبها دي هي وغيرها 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 كتير جدا يعني التلتمام عدل كبير برضو من صغير ومش قليل وفي ناس يعني الايدولوجيات بتاعتها يعني ملتزمين وناس تعرف ربنا وناص مصلية ويقول هو كده ويهددها بالامر دا ويبقى دا كرباك اسم كرباك الطاعة اللي انت يعني جايبها على رقابتها فيه وطعبانة راحت مش عارفة ايه النهاردة لجي لامرها طب ممكن نأجلها بلاش في الوقت دا مساء بعد الفجر يعني فيه قلول كتيرة لكن ان انت تيجي تعقدها وتقول لك عدين وزين دي انا قال حد والله قال حد واحدة بتقول كده وشوية بقى وهقلع لكم الحجاب وهعمل لكم مش عارفة ايه دا حرام عليكم ليه لان احنا مرعناش مشاع هو قال كده كلبة هيمة هو النباسة قال كده كلبة ما ينفعش ما ينفعش انت عايز تطاع في بيتك يعني بالمعشرة وما فيش ما اعتقدش ان فيه نفس بشرية راجل كان او ست على فكرة انه يأتي ما هو يعني يحبه من الروح ومن الاستمتاع الجسدي إلا بمقارنة الروح يعني اجمع بين الخيرين يا اخي هو يعلمهم اساته او روحوا تعلمهم الجواز شكله ايه وكيفية التعامل مع المرأة ونفسية المرأة وجسد المرأة وقبل المطالبة بحقوقك ما ههد ما هو قال كده واقدمه ويعني هو التقديم ايه لا ما تلاقي عيانة واللي كده يعني بالرحمة رحمة جماعة وبالرحمة الدنيا يعني انا بستغرب جدا جدا ان بيبقى مجرد اللي في العقل اللي موجود اكلة العيش ولقمة العيش ومش عارفة ايه الكذا والنساء وخلاص والدنيا الدنيا مش كده على فكرة الدنيا مش كده انت لقوا حقوق اطلبها بأمر جيد واطلبها الطريقة جيدة حتى تتقبلها ما اطلعهاك وقولك كرهت وعالطاعة نكمل في الطاعة حق الطاعة عليه زي ما احنا قلنا حق المعاشرة بالحسنة حق حسن المعامل حق الاستئذان اللي بيخش بيته قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باستئذان ستا اصوم النهاردة ولا ايه رأيك خلاص ليس لها في طلابها شاهد خلاص كمين ولا تأذن في بيته الا بإذن ده حديث روال بخاري حديث صحيح طيب تعالوا نتكلم بقى على بركة الطاعة عشان بس ايه نطلع من حتة انا مش عايزاكي بصي انا مش عايزاكي بسبب سوء بنتي ما هونت هتفضلي ما هونتازي ما هايجوازة يعني فانا عايزاكي تفهمي معاي وما تقوليش الجملة دي تاني لان الجملة دي يتناقص من سواباتك بيقولك مش انجلك الغصب فخليه جودة لا وصبر نصبر صبرنا صبرنا وامر الله نافذ وما صبرنا ما صبرناش امر الله نافذ لا مش كده برضو خلي عند الجزء من الحكمة ومن الزكاء بركة الطاعة اسمعوا الشيخ السعدي بيقول ايه على بركة الطاعة والكلام ده انا هشرح الشيخ السعدي بيقول ان بركة طاعة الزوجة لزوجها في قرار ما هو لو قرار صح وجميل كده هي مش مقتنعة مش مهم ادم هو قرار صح طيب بيقنعك اه ده حسن اسمه ايه حسن ادارة تعامل وحوار ومعاملة من الراجل ده الفاهم ده البرنس عايز اقولك ده الراجل اللي مستابش الراجل ده ليه طب ما قالش وقراره غلط والله العظيم انا عارف ان اللي بيقوله ده غلط وهيجي علينا بنسوها نخسر الفلوس وهنعمل والمشروع ده فاشي والراجل اللي معاده حرامي وانا عارف ابو تسي اقويا قال لي وبعدين الناس قالوا كذا معي وانا حذرته وكل مرة ما بيسمعش الكلام وبنخسر قال لي مش عارف ايه على الأولونا عارف انه غلط بيتصرف مع كذا مع الأولو غلط ومش طيب خلي في حاجة اسمها فعل متعدي يعني فيه أزية هتعمل أسر وتي أزية هتعمل أسر كلها وهتعمل مش عارفة وفعل هيتعدل الأولاد ويمستمر معهم عشرين تلاتين سنة خلي موضوع التربية بنتكلم فيه بالراحة تمام وتبقى بص يعني أنا عارفة ان القرر انت بتقوله ده غلط بس على فكرة أثره النفس السلبي السيء الخطير على ابنك واحد اتنين ثلاث عشر والأمر ده مصح وأنا فهمت وده رأي علم بيقول وده رأي شيخ بيقول وده رأي مستشارين بيقولوا فيها فخلي بالك ان اللي انت بتعمله ده أثره السيء على ابنك عشرين تلاتين خمسين سنة قدام ماشي عملت طلعتها منين من عنقك من على كتافك رميتيها عليه مين هو حسب الله سبحانه وتعالى ما أسمع كلامه في حاجة زي كي بيحاول أقنعهم اقتنع ما اقتنعش أو سبك مش شرط يقول لأي في رجل ما ترداشي يقول لأ طيب خلاص عم ما بيردوش يقولوا كده يقول لك قرامتهم ورجلتهم وشنابهم ما بيردوش يقولوا احنا موافقين على كذا لكن ايه عمل اللي انت شايفي خلاص عمل اللي انت عايزي وزا قول لك لا هو قال دهك حل ماشي خليك ناصحة ليك زكية خد الأمر الجزء النقطة الثانية اللي بيحصل على مشاكل لأ قال لي في أمر وانعرف انه غلطان وحنخسر وكذا وكذا وصمم وقال لي سمعي الكلام شيخ استعدين انا بيقول ايه ببركة سمعي طاعت الزوجة لزوجها حتى في القرار اللي هو مش خطأ متعدي أو قرار ممكن يئزي الدنيا بصفة كبيرة قوي طاعتوا ليها طاعتها له في وقت زي ده ببركة طاعتها الله سبحانه وتعالى القرار الخطي ده تبقى نتيجه بردا وسلاما على الأسرة كلها ده مش كلام مش كلام هلا سمير ده ده كلام الشيخ استعدين الأمر ده جرب في أكتر من حاجة بجد جرب ما أكتر من حاجة والزوج اللي بيبقى عارف انه زوجته مثلا بتقوله بواقع لكن هو المشكلة اللي بتحصل ايه انا بقوله الصح بس بأني طريقة بتقولها هو أنا لو قاعدة زي زي الأنسة ماشي أنسة مش غورلة قاعدة له متحفزة ولا واحدة صوتها كأنت ود ولا عمالها حطوله الأخطاء والسلبيات الغلط اللي هو عمالها قبل كده بتعملي ايه بتطلعها عنده حاجة اسمها مواجهات الدفاع شفت الدبابات المشاعر المدبابة اللي شرحناها أكتر من مرة كده متحفز بحطيك في حالة ايه الدفاع من نفس هيفضل يدافع على الغلط مع أنه كان ممكن يقتنع به لو أنا غيرت اسلوبي في الطرح لو أنا غيرت كذلك وإحنا دايما بنقول مش عيب مش عيب أن احنا نفضل دايما نكرر ونقول دايما إحنا محتاجين نتعلم إزاي نتكلم والله العظيم إحنا محتاجين نتعلم إزاي نتكلم إزاي نبرد صوتنا في الحديث أنا حديث ودي شكلي وشي وشي عملي إزاي وأنا بتكلم بتحك ولا مكشرة ولا عاملة 111 ولا مش عارفة بقول ولا بهدده بقالي ولا بتنم لا لا شكل الأمر عامل إزاي أنت كلامك صحة على فكرة ومعظم اللي بتبعت كذا مشكلة صحة ألف في المية لكن طريقة طرحها للصحة بتاعها دا بيضيع الدنيا بيسيب الصحة وممكن يعمل عندنا في عشان خطر كذا طيب الأمر دا عليه هو هو يحاسب لكن أنا أحاسب على إيه على الأمر دا فرفقا وما تقوليش عمري ضاع أبدا الخير اسمعي لا يعدم الخير والله لا يعدم وطول ما بنو الخير حتى يعني الإمام محمد كان بيوصي ابنه يا ابني إنو الخير فإنك على خير طالما نويت الخير طول ما أنا في دماغ إن أنا نية خير والله يا رب وباخد بالأسباب يا رب وبدعي ربنا يعني وبدعي ربنا يشرح قلبي اللي قدامه ويفتح قلبه وكده وعقله وخليهم يفهمه وبعمل الكلام دا وباخد بالأسباب يبقى بركة الطاعة تأتي بنتائج إيجابية وصحيحة ببركتها على البيت لكن بيت كله لا بيت كله هو كده وانت عرف حاجة روح تعلم انت ولا راح شوف مش عارف انت طلع زي أهلك انت وأهلك ولا شفت أبوك بيعمل وشفت أمك ولا شفت أمك بصي بنسمع كلام وضنظرات فظيع ده هيسمع بقى كلامك ويقولك اه لا ده انت رأيك صحيح دي لصليتة اللسان دي كذا دي كذا تقولك مش اللي أنا بقوله ده صح والله العظيم أنا عارف انه صح وكل الحريم اللي زي وزيك كده عارفيني انه معظم كلامك وصح لكن طريقة الطرح هي اللي غلط لكن آجي أضحط خلي بالك في شبهة أساسية وقعدة شرعية اني تعطي لزوجة وجبة ايه بقى الخلاب بيقول لي مش عارفة فين طيب هيقول لي اعملي لومي وكنسة واطبقي ومساحي لا 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 ده فيها كلام طيب ما هو بيقول لي لا فيها رد من الشرع أنا بيقولك طالما لا يناخد شرع طالما ما قالش بمعصية للخالق يبقى سامع نوطع دي البيوت دي البيوت ده اللي المفروض يبقى عليه أساس البيت والزوج أنا تكلملت كل ده للزوج عشان معلش السؤال كان صعب جدا جدا تقولك عمري ضاع عمري ضاع في انك بتسمعي كلام ربنا طب هو غلطان هو حاسب لكن هو يعد ضيعي سوابك ما حصل اللي حصل حصل واللي كان يا بنتي خلاص لكن ما تدعيس سوابك وفي الكفة التانية انت علشان تطاع بالشكل ده لازم يكون فيه مؤهلات الطاع مسلم صالح تقي يراعي الله سبحانه وتعالى ما يتجبرش ما يستقواش بقوته ويصغدها ويضربها ويهنها والكلام اللي بنقول عليه بقالنا أكتر شوفوا من كام حلقة فعشان تطاع يا بني يبقى فيك الصفات دي تاني وعشان انت تؤمرها بالصح وهي تسمع كلامك لازم تبقى انت هادي ولازم نتعلم يعني ايه إدارة يا جماعة مش إدارة يعني إدارة مشروعات وده إدارة الشخصيات إدارة الحوار فن التحاور مش حوار حوار اللي أنا بعمله وفلان تكلم يا فلان حكلي مش عارف يا فلان ده حوار وده ده اتصال أما التواصل والتحاور شيء تاني إزاي يوصل لقلب اللي قدامي والعقل اللي قدامي عينه عاملة إزاي كلامي سامتي الباضي لانجوج بتاعت شكلها عاملة إزاي نبرت الصوت إم تتكلم وإم توقف كلام وإم تقول ودائما أنا بزهاش على فكرة دائما هعيد الكلام ده لأن الكلام ده متقص لأنك انت رجعونا تاني بعد الحلقات الجميلة دي كلها وتقول لنا فنتكلم في طاعة الزوج أول نقطة ده قاعدة ده قاعدة والله لا قالوه يعني بعمل كل جهدي إلا ما عاجزت عنه فقال لها فهو جنتك ونار هنا يبقى الجنة ونار لو بعمل بما علي بما قال الله وقرص طب أنا بعمل هوم ما بعملش ده قاعدة لها شواز وكل حالة لها مشكلتها ده قز